لسه مع حضراتكم مكملين من حفل إطلاق التحالف اللي بتنظموا شركة الربوة ومجموعة ال يو دي وحنقابل دلوقتي المهندس هيسم الليسي المدير التنفيذي لشركة كاد للاستشارات وإدارة المشروعات حيكلمنا عن أهمية وضع تصور وخطة تصميمية سليمة للمشروعات التجارية من أول يوم للمشروع خليكم معا مش مهندس هيسم ممكن تعرفنا أكتر عن شركة كاد وأهم المشروعات اللي اشتغلت عليها احنا في شركة كاد شركة موجودة في السوق المصر من 2012 نعتبر موجودين في معظم مناطق مصر عامة سواء في العاصمة أو حتى في الغردقة ولينا تواجد فيسكندرية بجانب القاهرة نفسها وفي خطة يعني مستقبلية أن احنا ممكن نبقى موجودين في جنوب مصر محافظات السعيد وكده شركة حضراتكم بتقدم الاستشارات بس ولا تشغيل كمان؟ احنا بنقدم مجموعة من الاستشارات اللي هي للمشاريع اللي قبل ساعة التصميم وبنقدم الإدارة للمشاريع القائمة اللي موجودة على الأرض الواقع اللي يخلي شركة development لسه بتعلن على المشروع بتاعها وبيدوب بيعملوا التصميم بتاعه أن هي تدور حتشغله إزاي؟ هي طبعاً القيمة اللي بتقدمها شركة كاد من الاستشارات اللي بتفيد بعد كده ساعة التشغيل والإدارة هي المهمة جداً عادة المطورين كتير بيجيبوا شركة التشغيل والإدارة بعد ما بيخلص المشروع خالص طبعاً وجودنا في الأول ده بيساعد إن احنا نطور المشروع ونحط المتطلبات التشغيلية اللي هتحتاجها العلامات التجارية أو الإدارة فيما بعد كده في مرحلة التشغيل تبقى موجودة توزيع الأنشطة وتوجودها جنب بعض مين يخدم على إيه ومين يبقى جنب إيه توجيه الوحدة التجارية نفسها والاستفادة بأي عنصر معماري بقى موجود سواء Water Feature سواء Landscape كل ده بيعلل قيمة بتاعت الوحدة فبالتالي بيسري التجربة التسوقية اللي المفروض بعد كده الهدف الأمثل إنك تعمل ترافيك للمكان فتخلي الـ generating revenue للوحدات فبالتالي الاستثمار يبقى أعلى فلما بقى موجود في التصميم في الأول بقى عارف إيه اللي هتحبقى محتاجه للوحدة دي والنسب بتاعتها الأمثل والتوجيه الأمثل ليه من خبرة حضرتك تصميم المنطقة التجارية داخل بورد يفرق إيه عن تصميمه داخل مول يفرق إيه عن تصميمه داخل جزء جوا كومباون لما تيجي تقول شوبينج سنتر انت بتتكلم عن مكون تجاري واقف لوحده موجود كل اللي عناصر فيه تجاري لما تيجي تتكلم عن بورج انت بتكلم عن مبنى متعدد للاستخدامات فيه أنشطة مختلفة سواء إدارية أو طبية بتفرض علي بعض الأنشطة التجارية اللي لازم أوجدها تخدم على المكان دا عشان تخدم على المكان نفسه الحاجة التانية المول دا لو مول شوبينج سنتر لوحديه طبيعة المول دا إيه؟ هل هو ستريب مول؟ هل هو كوميونيتي مول؟ هل هو ميجا مول؟ إيه نوع المول دا؟ على الأساس دا ببدأ أوجد الأنشطة اللي المفروض تبقى موجودة فيه كل نوع من أنواع المولاد دا بيخطب شريحة ويجذب كسافة معينة من الناس كل ما الكسافة دي زادت كل ما أنشطة والعناصر التجارية اختلفت